بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباطي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الزنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الزنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الزنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكريك وأستشفع بك إلى نفسيك وأسألك يا بجودك يا وكرميك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكريك وأن تلهمني ذكريك اللهم إني أسألك سؤال خاضعي متذلل خاشي أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقة وأنزل بك عند الشتائد حاجة وعظم فيما عندك رغبة اللهم عظم سلطان وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرات قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتي اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترتا وكم من فادح من البلاء أقلتا وكم من عثار وقيتا وكم من مكروه دفعتا وكم من ثماء جميل لست أهلا له نشرتا اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تبضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام طفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأل كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت في هوا نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودي وخالفت بعض أوامري فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتبراً نادماً ممكسراً مستقيلاً مستغفراً منيباً مقراً مذعناً معترفاً لا أجد مفراً مما كان مني ولا مبزعاً أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم يفق بالعذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي يا رب إرحام ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغضيتي هبني لابتداء كرمي وسالف بر كبير يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك وله جغي لساني من ذكريك وأعتقده ضميري من حبي وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعاً لربوبيتي هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيتا أو تبعد من أدنيتا أو تشرد من آويتا أو تسلم إلى البياء من كفيتا ورحمتا وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتصلث النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوار حسعت إلى أوطان تعبدك طائرا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بيك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكار على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروء قليل مكثوء يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكار فيها وهو بلاء تطول مدة ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطيك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف به وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكوه ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي فلأن صيرتني للعقوبات مع أعدائي وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابي فكيف أصبر على فراقك وهمني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتي أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناتقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبتين عليك بكاء الفاقدين ولأنادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيفين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفترات سبحانك يا إلهي وبحمدي تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وذاق طعم عذابها بمعصيتي وحبس بين أطباقها بجرمه وجرينتي وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبا وأم تتسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرا وأم تتعلم ضعفا أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعدي بجاحتك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماءك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاردين وأن تجلثنا قلت مبتدئا وتطولت بالإمعان متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوهون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتا وبالقضية التي حتمتا وحكمتا وغلبت من عليه أجريتا أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمت أو أعلنت أخفيت أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي وأن توفر حظي أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي معولي يا من إلي شتوت أحوالي يا رب يا رب يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدود على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأريد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجاء وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر لي جلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم لدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضاء اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصل الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا السلام على المسيين شكرا شكرا شكرا